اشتركوا في القناة وصحبه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله قد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه وليس أحد من هؤلاء كذلك ليس أحد من هؤلاء الفرق التي سبق ذكرها وبيان عقيدتها ليس كذلك بل إنه قد ضل من قبل وأضل كثيرا وضل عن سواء السبيل وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية نذب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم التي هي الشريعة الغراء والمحدة البيضاء وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفرهم منها وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها تصلح صفة من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه من علم سنته وطبقها حملت السنة وحفاظها ونقادها يعني الذين يبينون الصحيحة من الضعيف منها ولما الحديث الثقات المعتبرين المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها يقفون عندها ويسرون بسيرها لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمال ولا يقدمون عليها لأحد ما قال هذا في العقائد والأعمال وفي كل شيء عند أهل السنة والجماعة يقول ولا يبالون من خلفهم ولا من خذلهم ولا يضرهم ذلك أي المخالفة والخذلان حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى أعني بذلك أئمة الحديث وجهبذة السنة وجيش دولتها المرابطين على ثغورها الحافظين حدودها الحامين حوزتها وفقهم الله عز وجل لاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم وهذاهم لمختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فآمنوا بما أخبر الله به من كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكيف ولا تمثيل وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل هذه الجملة في يعني الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة فأثبتت هذه الجملة المختصرة مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة وهو الكتاب وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فمصدر التلقي ليس هو عقول المحدثين ولا كلام المتكلمين ولا فلسفة المتفلسفين وإنما مصدر التلقي هو الكتاب والسنة وهذا من أهم ما يفرق بين أهل السنة والبدع في هذا الباب مصدر التلقي عند أهل البدع العقول وعلم الكلام والفلسفة إلى غير ذلك وعند البعض الذوق والوجد وغيره واختراعات أئمتهم أما عند أهل العلم والمقصود أهل الحديث ليس فقط يعني الرواه والمتكلمون على يعني الرجال ونحو ذلك ولكن المقصود به من يسير على هذا المنهج فمالك والشفعي وأحمد وسفيان والبخاري ومسلم ومن تبعهم على نفس الطريق بل في الجملة حتى الإمام أبي حنيف رحمه الله وإن كان مشهورا بأنه إمام أهل الرأي وخلاء يعني على عندما درس أخر مدرسة الأثر إلا أنه لا يخالف في أن الأثر هو الأصل فكلهم في هذه القضية متفقون على تقديم الكتاب والسنة كمصدر للتلقي دون علم الكلام ودون قياسة العقول وغير ذلك ثم إنه قال تلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل إثباتا للأسماء والصفات وإثباتا لما أثبتها الكتاب والسنة بلا تكييف بلا اعتقاد كيفية معينة وهذا أعم من التمثيل التمثيل تشبيه بمثل معين وهو الذي ورد من فيه الكتاب قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما التكييف فقد وردنا فيه من كلام السلف في الكلمة المشهورة على الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن استواء فقال استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فالتكييف منفي العلم بلا تكييف نعلمه وإلا فلها كيفية لكن لا نعلمها وفي حقيقة الأمر أن التكييف معرفة تفصيلية بالحقيقة الكاملة للصفة صفة الموصوفة أيما كان وهذه الكيفية في حقنا مجهولة ولها حقيقة بلا شك يعلمها الله سبحانه وتعالى صفات الرب عز وجل وما أخبر بهنا الغيبيات لها كيفية لكنها مجهولة بالنسبة للبشر يعني تفاصيل الحقيقة الكاملة مجهولة نعني بذلك أنهم يعلمون إجمالا معنا إجماليا مما أخبر الله به إدراك المعنى اختلف عن إدراك الحقيقة فلا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى قال عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال عز وجل ولا يحيطون به علمه لكنهم يعلمون من المعاني الإجمالي لأسمائه وصفاته ما يعرفون به ربهم واستحقاقه للتعظيم والإلهية والربوهية فهم يعلمون علمه وسمعه وبصره وقدرته وحياته ونحو ذلك وإن كانوا لا يحيطون بهذه الصفات بكيفيتها علمه كما أننا يعني في أمور كثيرة نعلم معانيها ولا نعلم كيفيتها ففي أمور الغيب التي أخبر الله عز وجل بها مثلا في الجنة فنحن نعلم الفرق قطعا بين الحور العين وبين الفاكهة مما يتخيرون وبين لحم الطير مما يشتهون وبين الماء المسكوب فكل هذه معلومة المعاني وإن كانت مجهولة الكيفية لا ندري كيف الماء المسكوب مع إننا نجزم أننا فهمنا معنى يختلف عن معنى الخمر مع أن كله مسائل لكن الله عز رل لا ذكر هذه خمرا وذكر هذا ماء يدرك أي عربي وغير عربي ممن ترجم له المعنى أن هناك فرقا بين هذا وذك وإن كنا لا ندري التفاصيل الدقيقة في الكيفية وهكذا فيما هو أولى من ذلك ما ذكرنا في الحور العين فالحور النساء ولحم الطير أي لحم طعام يؤكل وإن كنا لا ندري كيفية ذلك كما ذكرنا والله أعلم أما نفي التمثيل فهو مطلق إذا نفي التكييف مقيد بعلمنا يعني لا تكييف نعلم ولها كيفية لا نعلمها لا نقول لصفات الله مثل لا نعلم لا ليس له مثيل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله عز وجل لا مثيل له لا ند له لا كوف وله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كوفوا أحد وقال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله فنفى الأنداد سبحانه وتعالى وغير ذلك كثير في القرآن والسنة في إثبات أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فنفي التمثيل على إطلاقه وهذان المحذوران تكيف والتمثيل من كلام المغالين في الإثبات جهلا بعقيدة السلف وهذا الإثبات بلا تكيف ولا تمثيل يقارنه تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به من غير تحريف ولا تعطيل والتحريف يعنى به التأويل أصله من الانحراف والميل وهذا يشمل تحريف اللفظ وتحريف المعنى ف يعني التحريف اللفظ كفعل اليهود الذين قالوا حنطة في حطة قالوا حنطة وتحريف المعاني بإثبات الألفاظ مع تجريدها عن حقيقة معانيها بزعم أن ذلك هو التنزيه فالجهمية والمعتزلة والأشاعر الذين ينفون إما بعض الصفات أو كلها وإما الأسماء والصفات كالجهمية أثبتوا الفاظ القرآن لكنهم حرفوها فقالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى مثلا و ما أشبه هذه اللام التي أضفوها بنون اليهود التي أضفوها في حطة فقالوا حنطة وقالوا حب في شعرة ونحو ذلك فهذا التحريف المعنوي تحريف المعنى ذلك أنه أثبت لفظا لا حقيقة له حرف معناه عما وضع له وعما استعمل فيه وأتى بألفاظ أخرى كأنه يزعم أن ما قاله الله عز وجل في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته لا يليق بالله عز وجل وأنه أعلم بما يليق به فاستعمل اللفظ الذي يليق دون اللفظ الذي لا يليق الذي ورد في الكتاب والسنة ما أفضع هذا الكلام أن يقول قائل ظاهر هذه الألفاظ الولدية في الكتاب والسنة ما لا يليق بالله من التشبيه وما لا يليق به عز وجل من التمثيل بالخلق فنحن إما نحذفه وننفيه بالكلية كالمعطلة وإما أننا نأتي بما هو أليق فيقول استوى بمعنى استولى كما ذكرنا وأن الله في السماء يقولون في السماء أمره أو كأنه عز وجل أمره ليس في الأرض وكأن استيلاءه وملكه عز وجل على العرش دون غيره أو كأن أحدا نازعه العرش فغلبه واستولى عليه مع أن هذا لا يعرف في اللغة وغير ذلك كثير مما حرفوه فالتحريف يقصد به هنا التأويل الباطل ذلك أنه هو المشهور عمن انتسب للقبلة ولم يتجرأ جرأة المعطلة الخلص التعطيل النفي الذين تجرأوا أعظم الجرأة فقالوا لم يكلم موسى تكليما لم يتخذ إبراهيم خليلا هكذا قال الجعد بن ذرهم وكذا قال الجهم نصفوان وكذا قال المتأخرون ليس له يدان وليس له وج وليس له قدم وصرحوا بنفي نصوص الكتاب والسنة هذا فضيع والعياذ بالله وأما من قالوا يده قدرته فهذا هو التحريف التأويل الباطل فأثبتوا لفظا دون معنى وكل الأمرين داخل في التعطيل فأحد أنواع التعطيل وهو النفي التحريف لأنه يؤدي إليه أو هو أخف أنواعه إذا أردنا أن نوضح ذلك يقول فأهل الحديث والسنة تلقوا ما ورد في الكتاب والسنة بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكيف ولا تمثيل وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل وهو استعمال الأربعة ألفاظ هذه كان دقيقا فيها متابعا للشيخ الإسلامي تاميع في العقيدة الوسطية حيث ذكر أنه استعمل هذه الألفاظ خصوصا اللي هو لفظ التكيف لأنه وارد في كلام السلف والتمثيل لأنه وارد في القرآن والتحريف لأنه وارد في القرآن والسنة يحرفون الكلمة عن مواضعه ذم هذه الألفاظ يعني والتعطيل لأنه وارد في كلام السلف أيضا فبدأ من أن يقول مثلا ألفاظ أخرى ممكن التحريف يقول التأويل والتأويل معلوم أنه هو يحتمل عدة معاني فالتحريف أولى الألفاظ بما ذكره المؤولة وكذا المفوضة فإن التفويض الذي يقوله المتأخرون من تفويض الكيف والمعنى معا حيث تصبح آيات الصفات وأحاديثها عبارة عن حروف لا معنى يفهم منها لها معنى مجهول كالكلام الأعجمي فهذا في الحقيقة نوع من التعطيل نوع منه والتعطيل الصريح معنى النفي يقول ليس كما ذكرنا يقول ليس له يدان ليس لم يستوي على العرش لم يكلم موسى تكلم هذا أصل التعطيل أو أصرح أنواعه أشدها بعض المتأخرين لما قال إن لها تأويل لها تفسير لا يعلمه البشر وحملوا على ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فقالوا لها شيء يعني يصرفها له معنى يصرف عنه هذا الظاهر معنى في الظاهر معنى في أن يكون الله له يداني يقول لها معنى إيه المعنى مجهول المعنى مجهول لا يوجد من ملك ما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول لا ذا قالوا الاستواء مجهول والكيف مجهول يعني الاستواء عبارة عن استواء ألف سينتي هو أو ألف كأنك خاطبت إنسان قلت له كده ألف لام راه ميم ألف نون عين لم ألف ألف سينتي هو أو ألف قلت له كده قابلته فقلت له إيه هذا الكلام فأي واحد يعني يدرك يعني يقول لك تبتول إيه أليس كذلك لو قلت مثلا واو هيه واو ألف لام سين ميم إيه عين ألف لام به صديه راه فلما يقعد يفكر فيها لو قلت واحد كده يبقى بتقول له إيه بتقول له حروف جمع بعضها كأنه كلمت بلغة أجنبية كالكلام الأعجمي عبارة عن حروف مرسوسة جمع بعضها لم ييجي واحد يقول واه هو السميع والبصير يفهم كلام تاني قطعا لو قلت الطفل صغير ربنا سميع بصير يعني بدأ يدرك معاني الكلام يفهم إيه معنى قلت ربنا يسمع ويبصر ربنا سمعك ربنا يراك فأنت أطفال يعني الناس فضلا يعني لو قلنا العرب حتى غير العرب تترجم لهم لأنه كل هذه الكلمات لها معاني قابلة للترجمة فقالوا لا ده احنا نيجي نترجمها نكتبها كده بالانجليز للانجليز وهو نكتب لهم WA مثلا H A و H W A مثلا بهذه الطريقة نقوم ننطقها كده نقولوا ايه دي معناها نقولوا ما هي كده الصفات لربنا ما نعرفهاش ولا حتى يثبته أنها أي حاجة منها ولا جزء المعنى بخلاف لما نيجي نترجم لهم نقول لهم مثلا الله سيز أند مثلا هير أند سيز مثلا أو سيز أند هير نقول له مثلا كلمة معناها أن الله يسمع ويرى فالتاني حيقوم يترجم هالو لا يسمع يهسين يحطالك تبهالو بنفس اللغة بتاعته فمثل هذا في الحقيقة نسب إلى أنه مذهب ليه استلف وهذا باطل قطعا استلف لم يقول ذلك وإنما أثبتوا معاني لأسمع الصفات فهذا في الحقيقة نوع من التعطيل من مفوضة لهم مفوضة الكيف والمعنى معن يقولوا لا كيف ولا معنى المعنى مجهول بالكلية لأنه ما غرهم لعدم إتقانهم فيما ينقر عن استلف ومعرفتين بأقوالها بأقوال السلف أقوال العلماء ما نقل عن بعضهم من ذلك أن قال أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى فظنهم أصدهم كده إن استلف معناها عندهم محدش يجيب سيرة معنى وإن لا معنى لها يفهمه الناس وهذا ليس كذلك بل أصد السلف اللي قالوا لا كيف ولا معنى قالوا إن محدش يفسرها لأنها مفسرة فلم يجي واحد يقول ما معنى السمع وما معنى البصل وقل له لا معنى يعني لأن المعنى معلوم مفهوم لا يحتاج إلى بيان إن انت دي يجي توضح الواضح لا تستطيع توضيحه إلا بألفاظ أخرى والألفاظ دي هتتجي على طريقة المتكلمين كل تعريفه عايز تعريف وهو حتى طريقة المتأخرين تلقيهم في كل العلوم كده يعرف العلم واللي يعرف الشيء وبعدين يعرف كل كلمة من إيه من الكلمات حد يشوف أي كتاب من المتأخرين في الأصول في العاقيدة وكل كلمة يكون لها ايه تعريف حتى تعريف التعريف يبقى عايزوا ايه تعريف وهكذا يبقى يتشعب العلم إلى ما يكونه جهلا والكلمة من أولها أسهل من ايه من التعريفات فمثل هذا الأسلوب هو الذي قال عنه استلاف لا كيف يعني لا يحتاج الكلام إنك تعرف معنى السميع ولا معنى البصير ولا معنى القدير معنى الحي طب إلا هتفسره إزاي لا هذا الكلام ايه لابد دائما تفسره بنفس اللفظ تقول الذي له صفة الحياة بأنت ما فسرتش في الحقيقة لأن شرط التعريف وشرط الحد إن هو ايه إنه هو يكون بلفظ آخر غير اللفظ اللي وقالت في الكلمة وإلا دخلت اللفظ زي بيقولك مثلا السمع صفة تدرك بها المسموعات مثلا أنت كده المسموعات دي يعني من تنجبت لنفس الكلام فهي أصلا مش محتاجة إلى بيان أما إذا احتاجت إلى بيان كالمقيت مثلا من أسماء الله الحسنة فهذا يبينه كالصمد لأنها كثير من الناس لا يعلم يعني هذا الاستعمال الاستعمال العربي لها فيبينه السلف بلا شك والسلف كلهم تكلموا في معنى الصمد ومعنى الرحمن ومعنى الرحيم وذكروا مثل ذلك في أشياء كثيرة جدا الأشياء التي تحتاج إلى بيان شرحوها ففي الحقيقة أن معنى التعطيل أحد أنواعه التفويد المبتدع السلف عندما تفويد الكيف وليس تفويد المعنى وسأتي مزيد بيان في هذا يقول فهم أي أهل السنة الوسط في فرق هذه الأمة كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم قال الله عز رلله وكذلك جعلناكم أمة وسطة فأهل الإسلام وسط في أنبياء الله عز وجل بين المكذبين القتالين من اليهود وبين المغالين المؤلهين من النصار في رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك في كل الأبواب فكذلك أهل السنة وسط في فرق الأمة بين الفرق فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة يبقى أن أهل التعطيل الأهل إيه النفي مش كده النفاة وجهمية لأنهم أول وأشد من أظهر التعطيل المعطلة يعطلون الأسماء والصفات وأن المعتزلة يعطلوا الصفات ويثبتوا الأسماء بلا معاني يقولوا سميعهم بلا سماء أشائره يعطلون بعض الصفات هذا الكلام سبق بيانه في فرق النفاة المعطلة فأهل السنة وصلت في ذلك بين أهل التعطيل الجهمية في ناحية وعن ناحية الأخرى أهل التمثيل المشبهة اللي هو بيشبهه الرب عز وجل بخلقه أو يشبهه الخلق بالله سبحانه وتعالى فهم أهل السنة لا يقولون ذلك بل يقولون ليس كمثله شيء ده تنزيه لله عز وجل ولكن بلا تعطيل لأنه قال وهو السميع البصير فده إثبات فلم نعطل فإثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا تشبيه وتمثيل تنزيه بلا تحريف ولا تعطيل وإثبات بلا تكيف ولا تمثيل وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية بين الجبرية الذين أنفون إرادة الإنسان وقدرته وفعله ويقولون العبد ليس له قدرة ولا فعل ولا إرادة وإنما هو كالخشبة الملقى في الماء وكالورقة التي يحتحركها يحتحركها الرياح وأن أفعال الإنسان كلها أفعال اضطرارية كذق القلب وجريان الدم في العروق كأنه قتل أو ظلم أو زن أو سرق أو عبد غير الله أو صلى أو صام كل ذلك ليس له حقيقة ومن يعني اقترب من أهل السنو أثبت له مشيئة وقدرة بلا أثر زي ما تكلمنا في هذا الباب لهم مين دول كذا الأشائر الأثبتوا إرادة وقدرة بلا أثر في الفعل ولذلك قالوا فالعباد فاعلون مجازا وليسوا فاعلون حقيقة فأهل السنة خالفوا هذا الكلام بهؤلاء الجبرية وخالفوا كلام القدرية النفاه للقدر الذين يقولون إما بنفي علم الله وكتابته المقادير فضلا عن إرادته ومشيئته عز وجل وخلقين الفعال أو يثبتون العلم والكتابة دون القدرة والمشيئة الإلهية وخلقه لأفعال العباد لكن أهل السنة جمعوا بين مراتب الإمام بالقضاء والقدر كلها إمام بأن الله عز وجل العلم وكتب وقد أراد سبحانه تعالى وشاء وجود ما شاء وخلق أفعال العباد وبين إثبات مشيئة للإنسان بها يقع فعله وقدرة خلقها الله عز وجل لها أثر في الفعل وهي سبب أو جزء سبب في الحقيقة سبب من أسباب وقوع الفعل الإنساني وقلنا بها يقع فعله ولذلك فالعباد فاعلون حقيقة كما أثبت ذلك القرآن وأثبت أعمال الإنسان فالأعمال المكلفين وأعمال الملئكة وغيرهم فأهل السنة وسط في ذلك جمعوا بين الحق الذي عند الطائفتين وتركوا الباطل الذي عند الطائفتين وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم ونمى بالوعيد بين المرجئة القائنين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية الوعيدية نعين من الوعيدية الخوارج ومن والمعتزلة والمعتزلة اشتهر عنهم انهم قدرية زي ما يتقال عنهم ايضا انهم ايه جهمية معنا كده فهنقول ايه اللي دخل القدرية هنا تاني ما القدرية تبع النفاته شو هنا لان ده اصطلاح على المعتزلة اه يعني ده احد اسماء المعتزلة فكأنه قال من الوعيدية من القدرية والخوارج من المعتزلة والخوارج فسوى اللفظ هنا كان ينبغي ان هو يسهل وبدل ما يجعله كذا ايه في صعوبان فهنوسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية مين الوعيدية الخوارج والمعتزلة المعتزلة هم قدرية وهم جهمية ايضا بس ما جابش لجهمية طب ليه من اسميهم خصوصا لان الجهمية في باب الوعيد مرجئة غلاف الارجاء مش كده بيقولوا ايه المرجئة دول بيقولوا الايمان هو المعرفة مش كده الجهمية بيقولوا الايمان هو المعرفة وعموم المرجئة بيقولوا الايمان معرفة بالقلب وايه ونطق باللسان من غير عمل القلب ومن غير عمل الجوارح وآل السنة قالوا الايمان قول وعمل وني وقالوا انه يضر مع الايمان المعاصي بحيث ان اذا رجحت السائط العسنات دخل النار او استحق دخول النار فالوعيدية خوارج ومعتزلة او قدرية لهم المعتزلة وغيرهم لهم الخوارج فقالوا بتخليد مرتكب الكبيرة في النار هم واعدية من اجل جمعهم لهذا اختلفوا في ايه هم الخوارج والمعتزلة في اللفظ في اسم مرتكب الكبيرة فالخوارج سموه كافر والمعتزلة سموه فاسق فاسق عندهم في الحقيقة في منزلة بين منزلتين نعم فباب وعيد بين مرجئة والوعيدية من المعتزلة وغيرهم يعني نقول من القدرية اللي هم المعتزلة غيرهم من هم الخوارج احنا مش اعتراضنا انا ما فيش اعتراض عليها احنا بنقول بس هي كده بقت صعبة في الحتة دي لان هي عباب الوعيد يتقال اسمهم اللي هم تميزوا به في الوعيد فهم تميزوا باسم القدرية علشان هم ايه هم في القدر والقدر نفاع فسموا القدرية كان هم قالوا ان الاسنان بيصنع قدره فهم لكن هذا اسمهم من باب القداء والقدر حتى ان الشيخ الاسنان بتاميه في رسالة اللي họة بيقول اللي هي رسالة الرد على الشيعة والقدرية القدرية اللي هم المعتزلين يقولقول وفي باب الايمان الايمان والدين الايمان اسم بها هو ارى هو باب الوعيد زي ما قلنا مسألتين هم بس داخلين في مسألة وحدة الوعيد اللي هو الجدد في الاخرة واسم الايمان بقى ده اسم مؤمن ولا كافر ولا فاسق في الايمان والدين بين وحقيقة الايمان قول وعمل ولا قول فقط ولا اعتقد فقط ولا كل الاقوال والافعال شرط في اصل الايمان فايضا هم وسط في باب الايمان والدين بين الحرورية والمعتزلة ده من جانب وبين المرجئة والجهمية الحرورية لهم مين الخوارج والمعتزلة دول في جانب لهم في جانب واحد بيقولوا ان جميع الاعمال شرط في اصل الايمان مرتكب الكبيرة زال عنه الايمان متفقين على دي مختلفين في اسمه فقط كما ذكرنا فهم من باب واحد انهما سموا المعتزلة الحرورية سموا كافر والمعتزلة سموا فاسق بس متفقين عن مع بعضهم في زوال حقيقة الايمان من قلبه بالكلية ده في الوعيد في اسمه في حقيقة الايمان في قلبه بقى هم متفقين ان هو يزول منه الايمان بالكلية طالما ترك حاجة وجبة وطالما ارتكب كبيرة يبقى زال منه الايمان زوال الايمان عند الخوارج يطلعوا على طول على الكفر وعند المعتزلة يوقفوا في منزلة بين المنزلتين بس عندهم اللي في منزلة منزلتين ما عندوش اصل الايمان عند اهل السنة مرتكب الكبيرة فاسق عنده اصل الايمان وليس عنده كماله الواجب بيقول بين الحرورية والمعتزلة دول في جنب وبين المرجئة والجهمية المرجئة معروف والجهمية دول غلاتي ايه المرجئة فهو جاب المرجئة الجهمية هنا تاني مع ان المشهور اسمهم في الاسماء والصفات لكن ده لانه منسبة الى جهم وجهم مرجئ في باب الايمان والدين اللي قاله الايمان هو المعرفة فهو احد المرجئة ما دول احد انواع المرجئة دي اخوة حاطين دهم على خدهم الكلام مش مفهوم دلوقتي اللي ذكر المحاضرات اللي فاتت اكيد حيكون فاهم ان شاء الله ايه الفرق بين العمل من الايمان وبين العمل من لوازم الايمان اعمل دايرة كبيرة وجواها دايرة صغيرة واعمل دايرة كبيرة وبرها دايرة صغيرة مربوطة فيها بسرسلة مطرح مطروح دي تروح دي يبقى دا الفرق مش من حقيقته اللي يقول ان هو بقولك ركز معه في الكلام دايرة كبيرة جواها دايرة صغيرة يبقى دا اللي قال ان العمل من الايه دايرة كبيرة شملة دايرة ايه الصغيرة اللي قال من لوازمه قال الايمان دا ممكن يبقى كامل في الانسان بس العمل برها مش من حقيقته مخ unreasonable ودا من لوازمه يعني مطرح مطرفة دي الايمان يبقى لازم العمل ييجي بس هو مش منه والصحيح ان هو منه طبعا ان العمل من الايمان ناشي زي بقولك دايرة كبيرة براها دائرة تانية صغيرة ولزق فيها ده اللي بيقول من لوازم الإيمان اللي قال منه يبقى دائرة كبيرة جواها دائرة صغيرة والخلاف في الحقيقة لفظي أو قريب من اللفظ نعم اللي قاله من لوازم الإيمان هو مرجاة الفقاء صح ودول معدودين ضمن أهل السنة في الجملة يعني لأنه مخلفتهم زي قلنا خلاف لفظي وأن كانوا أخطأوا في ذلك لأن مخلصتهم في الآخر القول نفسه قول خطأ بلا شك ولكن يعني الأمر فيه يعني هم أقرب بلا شك إلى السنة من البذع يقول وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرفضة والخوارج هو كان الأنسى بنيقول بين الرفضة والنواصب لأن يعني ذاتي الرافضة غالوا في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأسبوا الصحابة رضي الله عنهم والخوارج كفروا عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو في الجزئية دي هم أعداء للرافضة لأن الرافضة بيغالوا فيه عليه والخوارج كفروا عليه بس هو في الحقيقة يعني الاثنين بيجدامي مثلا على سب عثمان رضي الله عنه ولذلك هم الأولى كان فيه الباب ده هنا يتقال للنواصب لأن النواصب الذين سبوا أهل البيت النواصب في غلوهم في يعني تعظيم أبي بكر وعمر إلى غلو في سب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو في تعظيم أبي بكر وعمر وعثمان فدول اللي هم غلوا في يعني في الصحابة حتى سبقوا أهل البيت وده لا يجوز بلا شك وقال السنة وصد في هذا الباب فهم يحبون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويحبون الصحابة رضي الله عنه وتردون عنهم لكن الخوارج بلا شك أيضا من الذين سبوا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبهم علي رضي الله عنه وتكفيرهم إياه وتكفير معاوية ومن معه الخوارج على سبيل المثال ما بيسبوش أبا بكر وعمر ها يعرفون لهم قدرهم نعم إنما يكفروا علي بن أبي طالب وبعضهم كفروا أثمان لكن ما بيسبوش أبا بكر وعمر فهم مش مخالفين الجزئة دي يعني كما ذكرنا هم في تشابهة أو هي عدة فرق مخالفة في الصحابة طبعا كفروا معاوية بالأولى إذا كفروا عليه بكفروا معاوية بالأولى فالخوارج يكفرون معاوية يقول فهم والله أهل السنة والجماعة طبعا اسمهم أهل السنة لأنهم يتمسكون بالسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشد المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل بضعة ضلال فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر باتباع السنة فلو قيل أهل السنة فهذا اسم للدلالة على المنهج وهو لزوم السنة وأما الجماعة فما أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام هم الجماعة عندما سوى عن فرقة الناجية فقال هم الجماعة في الرواية الأخرى قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحاب فالرواية الأولى أصح أنها رواية الجماعة أصح هم الجماعة يعني من كان على ما كانت عليه الجماعة الأولى ومن يأمرون بالاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى فأمر المسلمين بالاجتماع لا يكون أمرا شرعيا إلا إذا أمروا بالاجتماع على شيء معين وهو ما كانت عليه جماعة الصحابة رضي الله عنه أما الاجتماع المطلق نمهم من اجتمع كما ينادي به البعض حتى إنه لا ينادي بالاجتماع بين مثلا أهل السنة والرافضة وبين أهل السنة والجهمية وبين أهل السنة والصوفية وبين أهل السنة وبين الخوارج مثلا إذا كانوا لهم سلطان وسط وزال إباضية مثلا فهو يرى الاجتماع أي مكان لا مش هو دا الاجتماع المأمور به ولا دا طريقة أهل السنة والجماعة أهل السنة أمورنا بالاجتماع بلا شك على ما كانت عليه الجماعة الأولى وليس أي اجتماع فإنما أمرنا الله عز وجل بأن نعتصم بحبله لا أن نجتمع على أي صورة فالكفار مجتمعون ولكن هذا ليس باجتماع شرعي والرافضة مجتمعون الآن مثلا ولهم سلطان ودولة وقوة وهذا من يعني من الاجتماع على المنكر ولا ياذب الله وأكثر يعني قوى الباطل يتعاونون على إثم العدوان وليس هذا باجتماع مأمور به ويعني مصطلح أهل السنة والجماعة صار علما يعني كل الناس يحاول الانتماء إليه لكن حقيقته هو يعني ما معرفة المنهج الحق في كل القضايا الأساسية في الاعتقاد والعمل والتزام ذلك وإلا لم يكن الإنسان يعني منهم وإن كانوا يعني وإن كان ينتسب إليهم فضلا بقى عمن خلفهم علانية لكن هو بحمد الله تبارك وتعالى يعني مخالفة اسم أهل السنة أصبحت يعني ناذرة حتى الصفية ينتسبون إليه إلى السنة إلى أهل السنة وكذا الأشاعر مثلا وإن نحت بحمد الله تبارك وتعالى الدعوات التي تنابذ أهل السنة العداء لفظا ومعنا يعني بتنمحي وتضمحل تدريجان لأن ده مرفوض لدى عامة المسلمين فبيضمحل يعني يعني بيزولوا بحمد الله تبارك وتعالى يقول فهم الله أهل السنة والجماعة البعض بيقول أن ليه الناس يعني تخترع أسماء جديدة أليس يكفينا اسم الإسلام وهذا من جهله العظيم وذلك أن اسم الإسلام لا ينافي هذه الأسماء ومن قال أنه نفيه حتى قل ألا يكفينا اسم الإسلام الذي لا يكتفي باسم الإسلام ضار لمضر ولكن هذا ليس بمنازعة لإسم الإسلام كما أنك محمد مثلا وأحمد ألا يكفي أن تكون مسلما لو جي واحد قال له كذا نعمله إيه نضحك نضحك عليه لأن هناك حاجة إلى إلى التمييز بين الناس وإلا فلو ربنا قال هو سماك المسلمين من قبل نقول له حرام بقى الوحيد يسمي أحمد ومحمود وعبد الله وعبد الرحمن يقول له لا طبعا مش حرام طب ليه طيب يعني ذلك لأنه يحتاجين إلى التمييز بين الناس فإذا انتسب إلى الإسلام يعني ده يعني من لا يحسن الانتماء إليه من لا ينتمي إلى الإسلام الصافي النقي كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فأولى وأولى أن يميز بينه وبين من ينتسب إلى الانتسب الصحيح وبين من يعمل به فإذا قيل مثلا هذا سني مثلا وهذا رافضي فهذا استغناء عن اسم الإسلام أم أنه مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال عليكم بسنتي فمن التزم بها نسب إليها هذا شرف للإنسان أن يكون منتسبا إلى السنة وكذا الانتساب إلى السلف مثلا أو نحو ذلك فإن مثل هذا لا يعني ترك اسم الإسلام ولا استبداله بأسماء أخر فمن يعني ينازع في ذلك ويقول هذه عصبية هذا جهل منه فإن العصبية هي التقديد الأعمى المذموم وهذا يحصل باسم وبغير اسم فتجد أناسا يتعصبون من غير أن يتسموا بأسماء يعني يتعصبون لمشايخهم ربما وإن لم ينتسبوا إليه اسما فلم يقولوا هذا فلاني مثلا هذا على الشيخ فلاني ما بيقولوش لا ما بيقولوش ده تبع الشيخ ده بحيث أن يتسمى باسمه وتجدوه متعصبا فالتعصب هذا يمكن أن يقع إلى البلاد يمكن أن يقع زي ما تجد بعض الناس يتعصب إلى أهل بلده فالصعيدة مثلا تجدوه متعصبه لأن كل من هو صعيدي مثلا والسكنداري يتعصب حيث أنهم يجيوا تخنقهم الواجهاء يقولوا السكندارية ييقوم مثلا أو الصعيدة ييقوم فمثل هذا الكلام يؤدي إليه إلى الفتنة المذمومة وده المحرم زي ما تعصبونا إلى البلاد يقولون مثلا المصريين يبقى المصريين دول أحسن ناس وغير المصريين دول أسوأ الشعوب مع أن المصريين وغير المصريين فيهم الطيب وفيهم الخبيث وانت تلاقي تلك يقولك الشعب ده شعب وحش جدا فلسطين دول أوحش ناس السعودين دول أسوأ ناس تنين يقولك السعودين دول أحسن ناس الخارجيين دول هم المقدمين مثلا كل هذه العصبية يعني سواء تسمى أو أول ما تسمى ده عصبية جاهلية خطيرة أنه مثلا يقدم الناس من أهل بلده ثم من أهل مثلا يعني منطقته مثلا ويقدمهم على غيرهم وعطيهم حقوق أكثر من غيرهم هذه عصبية جاهلية بلا شك وإن لم يكن بأسماء وإن كانت بأسماء أزداد السوء والعياذ بالله العصبية الرسول السلام جعلها عصبية ودعوة منتنة في أشرف الأسماء إذا حصلت التعصب وذلك حيث قال دعوها فإنها منتنة لمن قال يا للمهاجرين يا للأنصار جاي يتخانئ علشان فلان مهاجري وده ده جاي يتخانئ علشان فلان إيه أنصاري من غير أن يعرف المحق من المبطل ومع ذلك لم يلغي الرسول عليه الصلاة والإسماء وهل اسم الإسلام نافى اسم المهاجرين والأنصار واسم السابقين ومن أتى بعدهم والتابعين مثلا ربنا عزيزي الله قسمهم أقساما فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ففي اسم السابقين وفي اسم التابعين هذه أسماء لا تنافي الإسلام التعصب المذموم هو أن يكون الإنسان مقلدا بالباطل فيعني كأن مثلا ينتسب إلى يعني السلف فيقوم ينصره على أي مكان سواء كان محقا أو مبطلا وأنه مش كل من انتسب إلى السلف يكون محقا في كل أموره أو كل من الذي ينتسب إليه يكون مبطلا أيضا يعني لو إنسان انتسب إلى جماعة أخرى غير مبتدعة مثلا لم ينتسب إلى الخبارج مثلا لو قال أنا خارجي فهو مذمون بلا شكل إن هذا علم على فرق ضال لمبتدعة أو قال أنا معتزلي يكفينا ذلك لك واحد انتسب إلى أهل السنة في الجملة أو انتسب إلى اتجاه يعني إسلامي آخر وهو على الحق في اعتقاده ولابد أن نحبه ونوليه على ذلك وإن كان يعني لم يأبى الانتسب إلى الإسم وإن كنا ننازعه في هذه المسألة ونقول له لا يلوز أن تنكر التسمي بهذه الأسماء العصبية مذمومة على أي حال وكما ذكرنا العصبية يعني معنى أن يكون إنسانه مقلدا بالباطل وبغير علم أما أن يتعصب الحق يعني معنى يشد من أزر المحق فهذا واجب يتعصب أن يكون عصابة جماعة على الحق فهذا أمر مأمور به وأمر واجب أن يشد بعضنا بعضا على الحق أما المذموم وهو التحزب الباطل وهو أن يكون الناس مجتمعين على خلاف ما أمر به الكتاب والسنة طب اللي عنده أسئلة يبقى يكتبها إن شاء الله يقول وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة ممتع الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة فالحقيقة أن هذه الأحاديث الواردة في وجود الطائفة المنصورة تشمل نوعين من الظهور ولذلك فسره العلماء بنوعين من التفسير أو على طريقتين في التفسير فمن العلماء من جعل ذلك الطائفة المنصورة من جهة المنهج والاعتقاد ولذلك قال الإمام أحمد إن لم يكون أهل الحديث فلا أدري من هم وقال البخاري في باب الاعتصام في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة ممتع الحق ظاهرين فقال وهم أهل العلم وذكر نحو ذلك الإمام الشفعي رحمه الله في مقدمة الرسالة وذكر أنه إجماع أهل العلم وليس للاجتماع الأبدان معنا وإنما هو إجماعهم فما أجمع عليه فهو اللازم الاتباع فهذا معنى الظهور الأول وهو ظهور الحجة والبيان ومنه قول شيخ الإسلام الثامية في العقيدة الوسطية فهذا اعتقاد الفرقة المنصورة الظاهرة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة فهذا لا شك فيه وهو أن أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة لأنهم معظمون الحديث ولذلك كما ذكرنا أدخل فيهم من كان مكثرا من استعمال الرأي لكنه على تقديم الحديث كابي حنيفة رحمه الله وأصحابه والطحاوي مثلا وغيره ممن يعني يكثرون من استعمال القياس لكنهم في الجملة معظمون للحديث مقدمون له على ما خلف فالمعنى الأول معنى الظهور والنصرة الظهور ظهور الحجة والبيان وهذا حصل لكل من كان من أهل السنة والجماعة ولو كان مستضعفا في بذنه وفي بلده وغير ذلك ولم يكن ممكنا ومعنى الطائفة فيه كما ذكرنا هو المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهم الجماعة في الفرق الناجئة وهي فرق واحدة على مر العصور وهي فرق واحدة في الأرض كلها وليس لها إمام خاص إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي ولذلك يجوز أن يكونوا متفرقين في البلدان وهم منهج واحد وعقيدة واحدة أما المعنى الثاني الذي فسر به العلماء أحاديث الطائفة المنصورة فهو الذي مال إليه لمن مسلم رحمه الله حيث وضع هذا الحديث في كتاب الجهاد وهناك رواية يعني صريحة في ذلك حيث قال لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين فأخبر أن الطائفة من الأمة لا تزال قائمة بأمر الله كما في حديث معاوية لا تزال طائفة أمتي قائمة بأمر الله فهذا يعني يشمل معنى أخص من معنى منهج وهو الظهور ظهور القوة والسنان وظهور يعني التمكين فالحق لا يزول بالكلية من الأرض من هذه الأمة كما زال ممن قبلها بمعنى أنه لا تزال أمة الإسلام ظاهرة على جزء من الأرض إن زال سلطانها من بلد لم ينعد من بلد أخر بل لا تزال طائفة قاتل عن هذا الدين ولا يزال الجهاد ماضيا بإذن الله تبارك وتعالى ولذلك فالقيام بأمر الله سبحانه وتعالى أمر لازم ولا تزال طائفة مجتمعة على القيام بأمر الله وهذا من أعظم ما يلزمنا وهو أن نجتمع على التعاون على البرد والتقوى لإقامة أمر الله سبحانه وتعالى ولا يكفي أن يكون الناس على منهج حق متفرقين لا يجتمعون على إقامة الدين بل يلزمهم أن يكونوا على منهج الحق في اعتقادهم ومنهجهم وعملهم كذلك ولا بد أن يجتمعوا لإقامة الدين لإقامة وإظهار دين الله سبحانه وتعالى من جهاد وحكم وحسبة وخلافة وقضاء وغير ذلك من الواجبات الشرعية فأهل السنة أولى الناس بهذا الوصف ومن كان منهم يعني ظاهرا فهو الذي اجتمع فيه المعنيين بحمد الله تبرك تعالى معنى ظهور الحجة والبيان ومعنى ظهور القوة والسنان وبحمد الله لا ينقطع الأمر على المعنيين من الأرض بالكلية وإنما ينقطع من بعض البلاد في بعض الأزمنة كما أن بلادا يغلب عليها مثلا الضلال بداع الضلال كالرفض مثلا وكالاعتزال أو الخوارج على انتقاد الخوارج ولكن تكون السنة ظاهرة في بلاد أخرى كما أن بلادا يعلوها الإسلام وبلاد أخرى يعلوها الكفر أو النفاق أو الخروج عن الشرع أو غير ذلك يقول فهم والله أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة وده استعمال منه للمعنى الأول الذي ذكرناه يقول الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة متفقة مؤتلفة وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة لا تفارق الوحي ولا تخالفه فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادة وقاوموا أعداءه جماعات وفرادة يعني على حسب الإمكان وما أمكنهم أن يجتمعوا على نصرة الدين واجب عليهم ذلك ولم يخشوا في الله لوم تلائم ولم يبالوا بعذاوة من عاد فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها شردوا بهم يعني كما قال الله عز وجل فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فالتفريق شردوا بأهلها عن فرقوا أهلها ومن أتى بعدهم ممن خلفهم فرقوهم عن هذه البدع المضلة لأنها صارت مقهورة مغلوبة في الحجة فلم يلتزم بها الناس يقول واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها شجرة الإلحاد وهو الميل عن الحق الإلحاد استلاحا في واقعنا المعاصر نفي وجود الله لكن عند المتقدمين من أهل الإلم كل نوعا عليه من الميل والانحراف ومنه اللحد في القبل فإنه ميل إلى جهة القبلة بعد أن يحفر يميل إلى جهة القبلة يجعل فيه حفر إلى جهة القبلة فأصل الإلحاد في كلام أهل الإلم يعني الميل عن الحق والانحراف عنه لكن المعاصرين يستعملون الإلحاد في معنى خاص يقول لك الملحدين يعني يقول لك أنا عايزين نقف وجه الملحدين مين الملحدين لهم أصدهم بهم في استلاح الناس المعاصر لهم اللي بينكروا وجود الله مثلا كأنه أقول لك عايزين نقف مع اليهود والنصر في وجه الإلحاد مثلا والحقيقة أن اليهود والنصر ملحدين لأنهم مالوا عن الحق قال عزل الله وذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني يميلون على الحق والذين ادعوا له الصحبة والولد أكثر الناس أو من أكثر الناس إلحادا فهنا على استلاح العلم الشرعي وهو الميل بصفة عامة يقول فبهتوهم بالبراهين القاطعة في المحافر العديدة وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم وإدحاض حجاجهم الكتب المفيدة فمنهم المتقصي للرد على الطائف بأسرها ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرها يعني البعض يكتهد في الرد على الفرق وبعضهم يعني يخلص عقيدة السنة ويذكرها يعني خالصة من غير شوب البدع ولا شك طبعا الذي يذكر عقيدة السلف يعني خالصة أهم بلا شك يعني الرد على أهل البدع إنما يعني يحتاج إليه أعظم الاحتياج عندما تنتشر البدع يقول ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيض الله لها جيشا من عباده المخلصين فحافظ الله بهم دينه على العباد وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظ ذكره الذي أنزل كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فكل ما يذكر الله عز وجل به من الكتاب والحكمة فهو مما أنزله الله من الذكر كما قال عز وجل لو أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم قال عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فالكتاب القرآن والحكمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فكلهما محفوظ وكلهما ذكر لله بل لا يذكر الله إلا بهما يقول تعالى وإعلاء لكلمته مصداق وعد الله وإعلاء لكلمته وتأييدا لحزبه إذ يقول وإن جندنا لهم الغالب وبعد ذكر سبب نظم المتن وتأليف الشرح المتن أصلا هو سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول ولما انتشر ولقى قبولا طلب منه شيخه اللي هو القرعاوي أنه هو يؤلف شرحا فكان هو شرح معرج القبول ذكرنا من سن الشيخ رحمه الله عند وفاتي كان نحو من بضعا وثلاثين سنة فكان يعني رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم يرحمه حيث أنه أتقن غاية الإتقان في جمع الأدلة في هذا الشرح الطيب ما المقصود بحوار الأديان عند من اتكلم في هذا الباب عندهم البحث عن نقاط الاتفاق التي يخدعون بها الناس وإلا فالواجب مناظرة أهل الباطل حتى يرجعوا عن باطلهم وهم لا يعنون ذلك فإن هذه المجالس المعدة لحوار الأديان لا يبحثون في الرد على النصارى مثلا والرد على اليهود وإثبات باطلهم وإنما يقولون بأن الأديان ما يؤتفق منها و يعني يتحد فيها فنحن نتمسك به وندعو إليه هل في صفة النزول نقول أن الله ينزل بذاته مع عدم خلوه العرش منه أم نقول ينزل نزولا يذيق بجلاله دون ذكر كلمة ذاته وهذا الصحيح نحن نقول ينزل كما يشاء دون أن نذكر كلمة ذاته وإن كان عدم خلوه العرش منه مأخذ من دليل آخر وهو أنه الرحمن على العرش استوى أنه فوق العرش فالنزول لا ينافي استواءه على العرش حتى يقول يخلو منه العرش وذلك الصحيح أنه يقال ينزل ولا يخلو منه العرش لأن الأدلة الأخرى أثبتت استواءه على العرش ولم تثبت أنه يترك هذه الصفة أما لفظ ذاته فلم يرد في الأحد فلذلك لا نقول وفي قربه سبحانه وتعالى نقوله قريب من أبادي قرب يريق جلاله أم قرب إحسان وتوفيق لعباده المؤمنين إذا قلنا قرب إحسان وتوفيق عشان نميز عن قرب العلم والإحاطة ولكن هو قريب من عبادي قربا يريق بجلاله بس من عباده عموما يبقى قرب علم وإحاطة وأما قرب التكريم والمحبة فهو قرب من خاص بعباده المؤمنين وليس معنى إثبات قرب أنه إحسان وتكريم أو محبة أنه يقال أنه لا يقرب حقيقة بل هو يقرب قربا حقيقيا يليق بجلاله يقول في أحد الدكاترة في كتاب الجماعة والجماعات قال إن عدم توحد الجماعات الإسلامية يدخلهم في دائرة الفرق وكلهم يذمون على ذلك هذا كلام منكر فإذا كان الأمر كذلك فأهل السنة يذمون على ذلك إذ لم يتحدوا مع أهل البدع هذا كلام فاسد بلا شك الذي يذم من خالف الحق الذي يذم من خالف منهج أهل السنة والجماعة الذي خالف الذي يذم هو الذي أبى أن يتعاون على البر والتقوى حتى في من يتفق معه على المنهج فقال لا نتعاون على يعني ما يلزم من إقامة الدين لأن ذلك هو من التعصب مثلا كما ذكرنا فهذا الكلام هو الذي يذم الذي يتحمل إثم التفرق هو الذي سعى ومارس التفرق وهم أهل البدع وأهل التقصير فيما أمر الله وعزر لهم من الواجبات الكفائية وغيرها فإطلاق الكلام من الجماعة يسميها كلها تذم على ذلك يبقى هو أول المذمومين لأن واحد طب لو تبعين اتنين مع بعض على حاجة يبقى دون مذمومين أما كمان طب ما يبقى أولى بالذم الواحد إذا كانوا مئة مذمومين يبقى الواحد أيضا هو آخر متفرق وراخ ها لا وإقرارها بالباطل الذي عند الصوفية يمنع أن تكون من أهل السنة لكن أناس منها ممكن يكونوا غير مقررين لذلك ويكونوا من أهل السنة لو اعتقد أهل السنة هنقول له يعني لابد وأن يقر بأن الباطل بأن هناك طرق صوفية باطلة تعالى ليه يتأول الكلام اللي بتقوله الجماعة أنا مش حايز أسئلك تلك أو كده أسبقية العلم الله عند محمد عبد ما يعني أن العلم الآهي سابق لكن محمد عبد يميل في قضايا دي إلى إلى منطق العقلي رجل هل يجوز قراءة الإنجيل وغير من الأدين الباطلة إنما يقرأها أهل العلم للرد على هؤلاء من كتبهم أما أن يسمح لجميع الناس بقراءتها فهذا من أعظم الخطر وذلك لأنها كما قال النبي والسلام لقد جئتكم بها بيضاء نقية إشارة أن هي الكتب دي ليست ليست بيضاء نقية وهذا حق لا شك فيه أنهم قد حرفوا وبدلوا نكمل المرة الجاية إن شاء الله